تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للفترة المقبلة ابتداء من الأسبوع الأول من شهر تموز 2024 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل فلك عم تحدث عن تقدم وتطور فكري ومهني ولربما كمان يكون بانتظارك بعض الأرارات المالية السريعة وكمان عم ابتدت تشعر بتأثيراتها الإيجابية هذه الأرارات والمطلوب منك متابعة الأمر مهما كانت الأزواء حولك ولربما يكون في عندك تسوية عقارية هالتسوية العقارية ما زالت موجودة عند الأقلية من بعد ما كانت عند الأكترية من موليد برج الحمل يلي أنجزوها ولكن فيه الجزء الأليل منكم ما زالوا أمام هالتسوية العقارية عاطفيا نعم نشوف الأجواء العاطفية قدمة على تهدئة الجو مع الشريك ومصالحة وتفاهم وقرارات جديدة وتغييرات كتير مهمة رح تنعش العلاقة ما بينك وبينه مولود برج التور انتبه أنك توقع عن ضحية أخطاء أو وعودات وهمية ومن الضروري أنك تركز على تقريب المسافة ما بينك وبين محيط عملك الحالي عاطفيا تبدو متشدد بمواقفك العاطفية مع الشريك بالإضافة لبعض الاهتمامات المالية والأنونية مولود الجوزاء الحلول أصبحت قريبة منك ومن المحتمل تتوفر لك شروط مهنية أفضل بالمرحلة القدمة وكمان لربما كمان يكون أنت قدم على توقيع أو تغيير بسياسة عملك لربما تجديد لربما إضافات مهنية جديدة بانتظارك عاطفيا تبدو متطلب ومتحمس بنفس الوقت وجهز لتفتح صفحة عاطفية جديدة فصفحة العاطفية جديدة رح تعطيك نوع من الاستقرار الفعلي مولود السرطان خد وقتك بالتفكير قبل ما تحسم قرارك النهائي إن كان بالتغيير أو بالانتقال باتجاه بداية حياتية ومهنية جديدة وكمان في رغبة بالسفر قابلة للتنفيذ وكأمان فيها نوع من الحلول عاطفيا منامتك عم تتحقق وتبدو متخوف منها أحيانا وخصوصا فيما يتعلق بظروف وضعك العاطفة أو علاقتك الخاصة مع الشريك مولود الأسد التغييرات المهنية تبدو مفيدة بالرغم من أنك متخوف منها ومتخوف من أنها تطالك بشكل مباشر لأنه في عندك نوع من الصلاحيات المهنية ممكن أنه يتدخل فيها أحد الزملاء بالعمل يلي ما زلت عم حذرك منه عاطفيا محبتك وتعلقك بالشريك عم بدرك أحيانا وبذات الوقت ما عم توصل معه للنتيجة يلي عم تتمنيها مولود العزراء رح توضع حد لمشكلة سابقة أخدت كتير من وقتك ورح توضع شخص مقرب منك يبدو أنه عم بفكر يستقر بالخارج أو ببلد تاني وتوقع زوار من سفر بالإضافة لبعض الحلول الآنونية عاطفيا التقارب العاطفي لا يبدو مستحيل أبدا بالنسبة لك والظروف قابلة للتحصن بشكل تدريجي ما بينك وبين الشريك ولكن في غمود شوي عند شريكك العاطفي وحابة تعرف بعض التفاصيل ولكن بطريقتك أنت مولود الميزان رح تعتمد طرق جديدة تحسن من خلال ظروفك الحياتية وانتبه من العين والحسد يلي عم بأثروا عليك بشكل سلبي يعني كأنه عم بيكون في تعطيلات ببيتك عم بيكون في قصص عم بتخليك تكره بيتك مال من كل شي موجود داخل البيت فهذا الشي نتيجة الحسد والعين وكمان فيه سفر عندك وكمان عم تضرب الشمال عم تجي يمين من الناحية المالية كأنه الأمور المالية يمكن لربما وأكيد أنه العين والحسد هي السبب بهالقطوعات المالية اللي عم بتعيشها عاطفيا معنوياتك تبدو عالي ورح تعرف كيف تستفيد من تجاربك السابقة بعملية تحريك الحلول لصالحك مولود العقرب عم بتعاني أو رح تعاني من سوق تفاهم وصعوبة بالتواصل مع البعض من الزملاء وانتبه من بعض الحواجز المقصودة والمفتعلة ضدك بكل الأحوال كنت خبرتك المرة الماضية أنك أنت فيه قادم على تصالح ما بينك وبين أحد الزملاء يلي كمان كأنه بحب أنه يعمل لك كيديات وكمان فيه حوار رح يبقى فرصة حوار هالفرصة هيعرف كيف تستفيد منها لصالحك وكتعرف كيف أنك تستفيد من عملية التقارب من بعض الزملاء يلي اخذين مواقف سلبية منك عاطف فيه أنه رح ترفل التنازلات اللي عم تجبرك على الضغوطات الحياتية ورح تعرف كيف تكون بالمنطقة الوسطية في الحب مولود القوس رح تتوصل لقرار مصيري بتعلق بموضوع خاص وبذات الوقت رح تنزعج أو يبدو أنك مزعوج من تأخير معين بخص وضع مالي أو مكان عملي جديد بكل الأحوال في عنا شخص حيكون شخص مقرب منك من ناحية مهنية رح يدعمك بشكل إيجابي جدا جدا وفيه تنازل قانوني أو حتى فيه حلول بعض الأوراق القانونية عاطفية تجربة جديدة بتخص أمر عاطفة بانتظار الأغلبية من موليد القوس وممكن أنها تعود لكم عن الخيب العاطفية اللي عشتوها بالسابق وكمان هون حتبقوا محتارين بين قرارين والقلب يبدو أنه مشغول بالماضي مولود الجدي فيه منائش تتعلق بأمور مالية مع شخص مقرب منك وكمان توقع تغيير إيجابي بيحمل معه نوع من التسوية المعينة وخصوصا إذا كانت تتعلقها التسوية بأمور بأوراق صفر أو حقوق أو مشكلة عائلية قديمة وبذلك الوقت عم نشوف في عاتبة بات انت عينك عليها عاطفيا يبدو أنك مرتاح ومتفاهم جدا للواقع الحالي وعم تجتهد على ترتيب ظروفك الحياتية مع الشريك بشكل ملموس أكتر مولود قدل وما تهمل أي عارض صحي بتعلق فيك مباشرة وكمان أغلبية منكم ممكن يكون في عندهم عمليات تجميلية وبذات الوقت من قللك خليك قريب من مسؤولينك في العمل وما تفكر تترك وظيفتك أو موقعك الحالي قبل ما تلاقي البديل المناسب والأنسب إليك عاطفيا رح يخف الضغط النفسي والعاطفية اللي كان مسيطر عليك طول الفترة الماضية وآخر الأبراج معنا مولود برج الحوت عزيز الحوت الحواجز السابقة رح تعرف كيف تتخطاها ورح تجتهد على تسوية معقولة ومنطقية تحميك من أي دعسي ناقصة بتخص وضعك المهني وكأنه في نوع من الأوراق المالية أوراق بنكية أوراق تأمينية أوراق صحية يمكن بيان فيه أوراق أنت بحاجة إلى وتعرف نتيجة وكمان يبدو أنك أنت حتكون زعلان من أمر يمكن بتعلق بفشل معين لربما شخص أنه تحزن عليه مقرب منك أنت كتير عايش نوع من الخيبة يمكن كأسد يمكن عدم نجاح يمكن عدم إتمام أمر عنده وأنت رح تتأثر بالأمر عاطفيا سوء تفاهم عاطفي سابق مازال مسيطر على استقرارك العاطفي وفيه أرار مصير بانتزارك ومتابعة طبية عند الأغلبية من موليد برج الحود هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية ابتداء من الأسبوع الأول من شهر تموز 2024 كلا على بالهم يعرفوا أكتر شو مخب بالهم الحز الفلك الأسماء الأرقام وكمان إذا كان اسمهم وأسم والدتهم بيتناسب مع خرطتهم الفلكية أو بيتناسب مع الأمر بالطالة عندهم أو حتى إذا كانوا هن هوائيين والطالة عندهم ناري أو ترابي لكن على بالهم يحكوني أو يعرفوا أكتر فيكن تحكوني على 0961-777-85-87 والرقبة الثانية له 0961-777-85-87 خدمات تطبيقات الواتس أب والإيمو والبطيم متوفرة عبر أرقام المكتب أبدا لكم بألف خير وبي باي موسيقى موسيقى